موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حديث الناس هذا البرنامج الذي نوصل به أصواتكم إلى الجهات المزولة لنكون العين الصادقة في الأيام الماضيات انتهى موسم ويبدأ من بعد ذلك موسم انتهى حصاد الموسم المطري الزراع الصيفية وبدأ الناس الآن في الحصاد وانتهت أكثر من 80% من المحصولات تم حصدها وتجميعها نظر الله سبحانه وتعالى يبارك في حصاد الناس وفي زرعهم ويمنع عليهم بالبركة في كل حين وبدأ الاستعداد الآن إلى الموسم الشتوي شددت سيد رئيس مجلس الوزراء وزير المالية على الاهتمام بهذا الموسم وأن يكون كل الجهد مبزول حتى يكون الموسم الشتوي موسم خير وبركة ونماء بالذات الموسم الشتوي يشهد المحصول الاستراتيجي الذي يهتم به الناس في كل مدن السودان الآن وهو الجمح ومنه يتكون الرغيف للحديث حول هذا الموضوع معنا داخل السوديو المهندس العوض عباس الخبير الزراعي مرحبا به ومرحبا بكم مرحبا بك أبوش مهندس مرحبا بك سيد سامي ونحمد الله كثيرا لهذه السانحة والاستضافة الطيبة من قناة طيبة قبل أن ندخل في محاور اليوم التي من أهمها الموقف الحصاد الآن وكيف يكون الاستعداد للموسم الشتوي نتابع هذه المادة هذا التقرير ونكمل حديث الناس يعد هذا الموسم الزراعي لهذا العام مبشرا بحسب المسؤولين بوزارات الزراعة وصدرت توجهات من رئاسة الوزراء بتوفير كافة معينات إنجاح الموسم الزراعي لهذا العام وفيما يلي أبرز التحديات التي تواجه موسم الحصاد الحالي توفر السيولة لدعم عملية الإنتاج والحصاد مسألة العمال وتوفير آليات العمل اللازمة ارتفاع مدخلات الإنتاج وشح الوقود في بعض الأوقات والمناطق ما يؤخر عملية الزراعة والحصاد توفر الأمن بمناطق الإنتاج خاصة في المناطق الحدودية لبعض دول الجوار مرحبا بكم يا تواصل حديث الناس موضوعنا موقف الحصاد في الزراعة المطرية للزراعة الصيفية وبداية الاستعداد للموسم الشتوي كيف يكون وكيف ينظر له الناس بداية واشمهندس العوض مرحبا بكم مرة تانية موقف الحصاد الآن بصورة عامة والمحصولات التي تزرع في الزراعة المطرية حقيقة الموسم الحالي يعني الموسم الصيفي الحمد لله يعني موسم مبشر ونتاجه ظهرت الحمد لله في محاصيل الزراعة والسمسم ونفتكر انه في القطاع المطري وفي القطاع المروي المحاصيل تأسيسها كان جيد والمتابعات كانت يعني بصورة ممتازة والمتوقع انه النتائج تكون نتائج طيبة فيما يلي المحصول يمكن الكبير اللي هو محصول السمسم يعني رغم انه العمطار بدت متأخرة ولكن الانتاج جيد يعني في التوقعات انه اربعة عمطار للفدان ورغم انه كانت فيه في مشاكل في بعض المناطق ظهرت آفا في الغضارف على ما ظن في الغضارف هي كانت آفا سانوية لكن في الفترة الاخيرة يعني ظهرت في منطقة المفازة كآفا وده نتيجة لانه آفا سانوية جميع الناس اللي يتابعوك الماء متخصصين الماء متخصصين انها يعني ما كانت زاد تأثير لكن في الموسم ده يعني قضت على مساحات كبيرة واصبح التحكم فيها صعب وده حقيقة يعني بحسب رعي الخبر في المجال بتاع البقايا وانه نتيجة للمكافحة في الفترات الفاتت ما كانت مكافحة سليمة باستخدام مبيدات يعني ما كانت المبيدات الموصبيها آآ ده أثر يعني زي تقدر تقول برضو آآ كانت المقاومة الطبيعية والأعداء بالنسبة لهذه الحشرة الأعداء الطبيعيين كانوا بقاومه فالاستخدام الغير مرشد للمبيدات وخلافه أثر كثير وبرضو الأمطار والسيول كان لها تأثير فبقت المكافحة والمقاومة بالنسبة لا صعبة فاحتاجوا في بعض المساحات انه يحرتوها عشان تزلع بمحاصيل واخرى وكده لطوالي بقولنا الكلام اللي بقوله دائما الإخوة الزراعيين في أي لقاء في أي حديث مع الخبراء الزراعيين بتكلموا على الإرشاد الزراعي ووجود الإشراف المستمر من المهندسين الزراعيين هو وجود الإشراف من المهندسين الزراعيين ومن الإرشاد دية مطلوبة لكن دية ذاتها لا بد أن تكون في إطار وفي وعاء يعني أحد دائما بنتكلم عن أن المنتجين البيئة الإنتاجية لا بد أن تكون بيئة سليمة بمعنى أن الإنتاج له أسس يعني أنا لو تكلمت عن الإدارة الإنتاجية الإدارة الإنتاجية دي قوام المنتج المنتج ده لا بد أن يكون مهيئ في وضع يمكنه بأنه ينتج ويمكن الخبير أو المرشد الزراعي المعاه أنه معلوماته تصل بصورة منتظمة خلاصة أقدر أقول أنه تنظيمات المنتجين مهمة جدا وتواجد المنتجين في شكل بتاع مجموعات وفي شكل بتاع جمعيات لأنه الزراعة الفردية دي الليلة في العالم كله انتهت ليه؟ لأنك أنت بتحتاج لمقاومات الإنتاج بتحتاج إلى المدخلات بتحتاج إلى التقانات دي كلها عشان تجيك أنت لازم تكون يعني تقدر تقول مرتكز وقاعد يعني بصورة تمكنك من التسعار ضمن تنظيم ضمن تنظيم فعشان كده لما نتكلم عن الإدارة التعاونية للمنتجين دي هزات بتتطلب أن المنتج يكون على قدر من الوعي ومن المعرفة اتحادات الآن اتحادات المنتجين او اتحادات المزارعين سابقا يعني ما ابتفي بهذا الغرض ما ابتفي بهذا الغرض ما ابتفي بهذا الغرض لأنه مزألة الإنتاج هي زمة فيها زمة مالية وفيها علاقة وفقية وعلاقة رأسية في التعامل يعني حسن ليلة مثلا في العمل التعاوني لما نقول لك الجمعية إدارة تقدر تقول على تشاركية ومان وانفوت كل الناس عندهم الحق المتساوي ليه؟ لأنه محتاج إلى الخدمة دي محتاج أنت محتاج إلى الخدمة أنا والثالث محتاج ليها بنفس الغدر بنفس الغدر بيتوفر لنا إمكانيات بدل أنا أجيب تركتر والثاني يجيب تركتر والثاني يجيب تركتر والتكلفة عالية تركتر واحد ممكن يقضي لنا وباقي رأس المال نوظفه فيه أشياء أخرى وننتقل من الإنتاج إلى التسويق إلى التخزين إلى التصنيع تبقى عندنا قدرات الجهات المسؤولة عشان تدعامل معنا لما نكون عندنا كيانة محددة قناة واحدة بتدعامل حسنا نتكلم عن الزراعة التعاقدية الزراعة التعاقدية نحن مارسناها قبل كده في شركات وفي أشياء لكن بتدعامل مع منه هل تدعامل مع أفراد تدعامل مع الاتحاد الاتحاد لا يوجد صفة قانونية وزمة مالية بمعنى أنه يمكن أن يكون تنظيم نقابي أو تنظيم مطلبي الليلة إنت بعد سياسة التحرير أصبح المنتجين هم أصحاب أعمال لكن أصحاب أعمال على المستوى الصغير إنت لما تجمعوا زدت قدرتهم وخليتهم بيقوا مؤسسات أعمال كبيرة بالحديث عن الحصاد والسيمسيم الناس فرحانين بالذي أنتج الآن وما تم جمعه أكثر من 80% من المحصول تم حصاده بحسب التقارير الصحفية والزراعية فإلى أي مدى هذا الذي خرج من الأرض مرضي للناس إنه الفدان يطلع كده قنطار مقارنة بالناس البزرع نفس المحصول ده في الإقليم وعالمياً وكذا الحكاة دي من ناحية بتاعة أسس علمية مقبولة ولا محتاجة لسه شغل من الناس هي محتاجة لشغل من الناس لأنه العمل إذا ما بقى يعني القاعدة الإنتاجية بقى مستقرة يعني أنا موسم يكون عندي إنتاج عالي موسم يكون عندي إنتاج من خفض ده بيتطلب إنه استخدم بعض الوسائل أحسن الوسائل الانتاجية أضع احتياطات تخزين يعني حسن الليلة ما في مزارع بتاع سمسم بتتوقع إنه زرع وحصد خزل جزء من محصوله عشان ممكن الموسم الجاي الإنتاج ما يكون كويس إنتاجنا ذاته أنه إحنا الإنتاج كل الليلة بالسمسم معتمد على الأمطار الناس أصبحت الآن بتعمل احتياطات يعني الناس بتكلم عن حصاد المياه لكن هل حصاد المياه أنه إحنا مارسينه يعني إنت السمسم ده جاتك صبنا جاتك حاجة ما حتقدر تعمل له أي ري ري إزعافي تكميلة أو ري إزعافي فأسس الإنتاج لابد أن تكون مستقرة كيف أنا أخل أسس الإنتاج مستقرة لابد أن المنتج يكون هو في صميم العملية الإنتاجية أنا أدعم المنتج مش المنتج أنه إحنا كل موسم بتكون في قومة نفس جيبوا المدخلات المدخلات جات ما جات الاستعداد المبكر هو لما نكون قاعد ومستقر في حقله أنه إحنا حسن زراع المطري ده أغلبها هي تارا يعني يعني زول بيمشي بيزرعوا بتاعه وبيمشي تانو ما بيجي إلا الحصاد بتلقى حسنة الليلة المزارع المطري في أمريكا أو في البرازيل أو في أي حتة هو قاعد ومستقر وكهربته ومدرسه وكل شيء موجود لأنه الزراعة ذاته ذات جدوى وحلقاته مرتبطة يعني إنتاج تخزين تصنيع تسويق كله مرتبط مع بعض فأنحنا يعني عشان نخد رجلنا في الطريقة الصحيح ونحن دار إمكانيات هائلة إمكانياتنا الهاية الذي لا يمكن أن نستفيد منها إلا بالتنظيم وإلا بتجميع قدراتنا والتجميع القدرات ده بتحلينا المزألة في إننا نتلقى المعرفة لاستخدم التقانات نتائج الأبحاث الحلقات سلسلة القيمة الإنتاجية كلها تكون مرتبطة بالحديث عن السمسم مرضو في كلام أنه الآن هذا المنتج في هذا العام سيتم تصديره بأزعار جيدة والآن الناس بتكلموا على أنه الأسواق المحاصيل بتشهد زيادة في أسعار السمسم على وجهة التحديد وبقية المنتجات التي تم زراعتها في الفترة الصيف أو بالأمطار أزعار السمسم غفزة غفزة كبيرة جدا يعني حسى الليلة سعر السمسم في سوق القطارف 3600 وحاجة جنيه وده ما حصل يعني للقنطار ده للقنطار القنطار كان أخصى حاجة وصيرها 1200 1300 لكن ده برضو أدانا المؤشر في أنه حسى أزعار السمسم عالميا السمسم في السودان حسى أنزر طب يعني في القمة 1600 وعشرين أو 1600 وشي بعدين نحن عندنا نميزات الحمد لله حبا نبيا ربنا نشكر عليها بأننا يعني نجود السمسم الأبيض السوداني يعني عنده خصائص السودان من تجنوع من السمسم أبيض وأحمر في المربوط في الأحمر القضار بتاني تجنوع وبقية أجزاء أجزاء يعني كل العصر لكذا في كردفان نعم نعم فالسمسم السوداني عنده ميزة أول حاجة الحموضة بتاعته أقل ده الأبيض ولا الأحمر ولا أقول لك ده الأبيض ده الأبيض نعم فهذه الميزات ما موجودة في كل السمسم في الإقليم أو في العالم ودي خصائص نادية من الجو بتاعنا ومن البيئة ومن المناخ نعم عطية ربانية عطية ربانية هو في ناس غيرنا بين تجو سمسم في غيرنا في غيرنا كثير يعني سيوبيا جالتنا منتج كبير جدا للسمسم نيجيريا الصين الهند تنزانيا 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 يعني حسن انت بالنسبة لل السيوبيا وتنزانيا يعني حسن على أزعار العالمية حسب مصادر من نقطة التجارة إنه السمسم السوداني للأزعار 1650 1650 دولار للطن السيوبيا 1600 تنزانيا 1465 تنزانيا مخلوط ما أبيض ديلك أبيض الهند أقل مننا 1320 يعني في سنة 2013 السمسم السوداني سعره غفز ل 2135 دولار للطن ف احنا احنا الآن بنفتكر انه الحكومة يعني التفتت للمزالة بتاعة الانتاج وزيارات التمت الميدانية سواء من الأخ رئيس الوزراء ومن وزير الزراعة والمختصين الناس بقت فيه اهتمام بالمزالة بتاعة الانتاج وقضاء الانتاج ومشاكل الانتاج دي برضو انح دارينا ترتبط بالمنتج في ان هو يكون عنده كياناته اللي من خلال يقدر يناقش قضاياه ويسمع صوته عشان المزالة تبقى هو يفيد ويستفيد ويتحمل مزولية يعني يفتكر ان المنتجين مفروض يتحملوا خمسين في المية من المزولية التخطيطية للعمل الزراعي مقارنة بالدول التي تكرت الان وازعار المنتجة من السمسم اقل من انا بيمتج زينا والاكتر الفدان عندهم بنتي كيف والدراسات الانتاجيات متفاوتة لكن حتى السيوبة دي انتاجه للفدان على من السبب شون يا باشمان السبب اقدر اقول لك انه ناحية بتاعة التجويد ناحية بتاعة الاهتمام بالبزور تطبيق التقنات الحزمة التقنية ناحية بتاعة يمكن يكون برضو الامطار كده بقية المحصولات التانية كيف ان احنا من انتجها يعني في الفترة الصيفية وبالاخصة الزراعة البطرية يعني نعم قبل جاء ذكر الضرة وعندنا منتجات تانية كثيرة عندنا منتجات الموقف فيها برضو يعني الزراة الفولة السودانية الانتاجات فيها افتكر انها يعني حسب الاحصايات طبعا الان هي اغلبها ممكن تكون توقعات لانه لسه الانتاج اذا ما اخذت في الشوال ما تقدر تحكم عليه بتقدر تبني احنا بنتكلم عن الموسم مشجع الامكانيات اللي عندنا يعني ان احنا الآن عايزين نحقق صادر عايزين نجيب عملاد عايزين نستبدل او احلال واردات ان احنا ما عندنا حسن الحبوب الزيتي عندنا عدد كبير بنزرع زهر الشمس بنزرع الفول بنزرع القطن ومازلنا بنستور الزيوت فدي يعني حسن احنا مثلا الفول السوداني البلد الوحيد اللي بتنتج الفول السوداني مطري ومروي كل الدول التانية في العالم بتنتج وانتاجيات اعلى مننا وكده كلها بتنتج بالأمطار فدي دي جوانب دائرة اننا احنا عندنا جوانب تفضيلية لكن ما مستجدين منها جوانب تفضيلية كبيرة بتحتاج انه الاهتمام ممكن نعمل شنوية ممكن نعمل شنوية بلش مهندس لشان بالزات في جانب الحبوب الزيتية يكون الموقف فيها يعني احسن من كده المطلوب شنو اسمع منك الاجابة اعقب فاصل فاصل ونكمل حديث الناس عن الموقف حتى الآن في الزراعة الصيفية والمطرية ثم الاستعداد من بعد ذلك للزراعة الشتوية تابعونا مرحبا بكم يا تواصل حديث الناس بلش مهندس قبل الفاصل كان سؤال عن انه الان بننتج كميات كبيرة جدا من الحبوب الزيتية وكما ذكرت بنستورة زيوت فكيف ممكن نصل لمعادلة انه انتاج ندا يكفينا اقل حاجة بس في في الزيوت الزيوت الطعام نعم زي ما تفضلت انه احنا بننتج يعني السمسي مثلا بننتج في القطاع المطري احنا غير انه الاكتفاء مثلا من الزيوت احنا ذارين المنتج دازاته يحصل له استقرار يعني محاصيل الحبوب الزيتية البننتج حسا اغلب في القطاع المطري هي بتعتبر يعني محاصيل نغدية بالنسبة بالنسبة للمنتج وزاد قيمة لانها بتمشي الاستهلاك تمشي الاقصادر لكده فأنا اذا حفزت المنتج واهلت ودربته انا بقدر يعني اخلي الزراعة تكون جازبة يكون في نوع من الاستقرار يكون في التنمية التنمية الريفية المستدامة اللي بنتكلم عنها لانه حسنا يمكن نحن نتكلم عن انه 80% من المنتجين هما في الريف وصغار المنتجين فان احنا الآن الآن السؤال انك انت صغار المنتجين هما الممكن يحقق لك الوفرة الممكن يحقق لك الاكتفاء الذاتي ما تستورد الممكن يحقق لك الصادر بانك انت صدر سلع مرقوبة ومطلوبة بره انت عشان هو يقوم بالعمل دائر منك البداية تهتم به وهو كإنسان في الأول يعني حسنا نحن كثير جدا بننظم عن الانتاج والانتاجية ورفع الانتاجية ده اساس الانسان يعني التقانات مطلوبة البحوث مطلوبة كل مطلوب لكن ده محور الأساس هو الانسان الانسان ده عشان يكون منتج فاعل لا بد قدراته الزيد قدراته الزيد بانهم يتعاون مع بعض لانه هدف واحد وانا قبل قلت لك الانتاج حسنا نحن نتكلم عن الانتاج والانتاجية وأصبحت يعني شعار عام كيف نحقق الانتاجية أنا عندي مسلس الانتاج مسلس الانتاج ده أطلعه ثلاثة ضلع فيه التمويل ويتقع تلاحظ أنه الناس مما يبدأ الموسم التمويل 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 ممكن المنتج ذاته يبقى ممول لو انت أهلت ودربت هو يمول نفسه يمول نفسه في شكل جماعي يضبط عملية الانتاجية في الوقت الهو محتاج له في الوقت الهو محتاج له لأنه أصبح صاحب حق وصاحب وجعة يبقى إدارته أنا لما أنا أقول الإدارة الجماعية التي هي ده ممكن ييجي يبقى معاه الفن الزراعي والمختص الزراعي وتلقي المعلومة من الأبحاث عن طريق الإدارة المزرعية عمله يعني هو عارف إنه كيف ينتج ومتين ينتج وعنده تمويل وإضبط شغله وحسابات وإعرف تكلفته وعنده تمويل التسويق برضو حقه لا بد يكون الشريك في التسويق وده من خلال عمل الجماعي يعني العمل الجماعي ده بيدخلنا في دارة التمويل بيدخلنا في ضبط إدارة الانتاج بيدخلنا في التسويق والتسويق ده بيبدأ بمعلومات السوق بيبدأ بتخزينك أنت تخزين محصولك زمان البنك الزراعي كان حتى مع المزارعين الأفراد بيدعام المعاون في نهاية الموسم بيشيل المحصول بيخزنه عنده في بداية الموسم الأزعار وتكون مدنية في نهاية الموسم الأزعار وترتفع يعني هو بيده 75% مثلا من عشان يمشي أحواله السعر ارتفع باع البنك أخذ 25% هو أخذ 75% دي دي يات وكفت أنا معارف هو وكفت ليه إبقى أنا محاصلي زي ما تكلمت قبيل حتى أن إحنا زمان قبل الدولة ما تخرج من الإنتاج كانت إنتاجيتنا قليلة تكلفتنا قليلة أنت فجأة حررت العملة التكلفة ارتفعت لأن كل مدخلاتك مستوردة يعني أنت ما رتبت أمور قلت أنا عشان أعمل السياسة المتطلبات شنو والمشاكل التي تواجهني شنو في دي واجهتنا في الإنتاج يعني أنا في الفول السوداني السودان كان بيصدر 15% من الصادر العالمي بتاع الفول بيجيب لك عملة صعبة الأن يصدر كم ما بنصدر ولا حاجة يعني 15% النتاج الصادر العالم وفي تدهور في الإنتاج لأن حصل تدهور ما في تقاوي تعد فول جيدة للعمل يعني حسن في بدايات في بدايات رغم أن أنت الفول بنتج مطري ومروي بنتج مطري ومروي حسن في الغطاع الخاص يبتدى في بعض العمل ماشي للاهتمام بالفول وزراعته كده نعم باش مهندس نمشي يعني إذا كان الرؤية الآن في الزراعة المطرية وفترة الصيفية الآن وصلنا مرحلة الحصاد وإلى حد ما الموسم مبشر نعم كيف يمكن أن يكون الموسم الشتوي يعني جيد بنفس الصورة بتاعت الموسم بتاع الزراعة الصيفية والمطرية المطلوب شنو حتى يكون هذا الموسم الشتوي اللي الناس بيزرعوا فيه كثير من المحاصيل اللي فيها فائدة للمنتجين وفيها فائدة للبلد وعلى رأس السلعة الاستراتيجية بيهتم مبانس المدن كلهم عشان الرغيف اللي هي القمح الموسم الشتوي درض يعني محاصيل وتنوعة لكن زي ما تفضلت إنه القمح سلعة استراتيجية وسلعة أساسية نعم أنا بفتكر الاتجاه الجديد المشت فيه الحكومة في دعم سعر القمح وأنا افتكر إنه سعر ميز جدا وأعلن يعني في وقت مبكر بيمكن الناس من اللي هو الف وتمنمية للجوال الف وتمنمية للجوال نعم يعني إذا غارنت بينه وكان آخر سعر بتاع المسلم الفاتذ وكان ستمية جنيه يعني ثلاثة أضعاف لكن القمح فعلا وصل لتنين ألف يعني في بعض المناطق وصل الجوال لتنين ألف صح أنا أنا بنظر له بإنك أنت أديت ميزة للمنتج يستحقها لأنك إنت حسب تستورد قمح القمح يستورده وبتدعمه لكن المزارعين أول ما طلع السعر لأن الجوال سيكون بألف وتمنمية إن شاء الله طوال يضربوا تضريباتهم شافوا مدخلات الإنتاج شافوا التقاوي بكم شافوا الداب بكم شافوا كذا وضربوا قالوا والله يا أخي الألف وتمنمية ما هتكون مجزية المؤشر العام في إنك أنت ربع السعر ما برضو مرتبط بالإنتاج يعني إذا كنت بتنتج نصطا اللي هو ممكن يكون خمسمائة أو خمسة شوالات ممكن تنتج خمسة شوال بالسعر يعني الفرقة بتاعة الميتين جنيه بتكلمت عنها دي يمكن يجيك عايد أكبر لأنك إنت بالسعر دا التكلفة بتاعة مدخلاتك بتقدر تجيب إنت مرتاح نعم إحنا هنرجع للزراعة المطرية ونرجع يعني إفادات من أخونا مدير البنك الزراعي بولايتي سنار والنين اللزرق الباش مهندس أمير نسمع منه آخر آمين أبو زيد آخر التطورات ونرجع نكمل الكلام عن الموسم الشيطوي مرحبا بك أبو الشمهندس السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا ربنا أن يطرح البركة فيما زرعه الناس وبدو في الحصاد الموقف عندك شنو يا أبو الشمهندس والله بالنسبة للبنك في الموسم الصيفي الحمد لله تعالى نحن حسنا في نهاية المرحلة الحصاد نعم اللي هي المحاصيل بتاعتنا في الموسم المطري صوتك ضعيف شوية أبو الشمهندس لو رفعت لنا لك أنا خيران يعني في الموسم الصيفي المطري في منطقة سنار المحاصيل وصلت لمرحلة الحصاد اللي هي السمسم والزرع نحن في نهايات نعم ومولنا مرحلة الزراعة اللي هي فيها الجزالين ومرحلة الكذيب والآن نحن مستعدين لمرحلة الحصاد اللي هي فيها الحصاد الآلي وفيها توزيع مثلا الخيش وتوزيع السلم النقدي بالنسبة لعمليات الحصاد إن شاء الله ما في المشاكل اللي بعانوا منها بعض الناس بتكلموا على إنه ما في كاش والله الحمد لله يعني هي فيه معالجات حسنا من بنك السودان والبنك الزراعي يعني ما فيها بتجينا أموال بينضخها طوالب بالنسبة للمزارعين وتغريبا نحن يعني المية المية من التمويل نفذناه بالنسبة للدائرة الجغرافية بتاع فرئة النار يعني ما فيها أي شكال باش مهدس برضو في أحيانا شكوى من صغار المنتجين بيقولوا والله يخي التمويل والمساعدات والتزهيلات بتمشي لأصحاب المشاريع الكبيرة لا لا بالعكس تماما أن إحنا هالساعة في الدائرة إشراف فرئة النار البنك الزراعي يمكن هما الزراعة التغليدية لو أخذت الموقف الجغرافي بتاعنا أن إحنا مناطق جبل موية يمكن ذلك زراعة تغليدية مساحات أقل من يعني 500 وفاق غلة ومنطقة الدالي والمزوم يعني ذلك أصحاب مشاريع صغيرة وصغار المزارعين تقريبا نعم يعني التمويل في حدود حسنا طبعا الضمان الشخصي رفعه من 50 إلى 100 ألف جنيه للمزارع وبالإضافة للضمانات يعني المزارع اللي عنده مشروع وعنده ضمانات بيأخذ تمويل أكبر من التمويل في حدود الضمان الشخصي وكده يعني الموقف بتاع الوقود كيف يا عباش مهندس يعني للحصاد لأن الحصاد ده ما بينتظر يعني أي لأن إحنا الحمد لله تماما يعني التمويل بالنسبة يعني الليلة مثلا مولنا بعض الآليات بتاع الحصاد اللي هي قاعدين نمولها هي مثلا القبعات بتاع السمسم والدراسات والحصاد الليلة إحنا سلمنا حاصدا نيوهلا لواحد من المزارعين وكواكوا في شركة الشركة التجارية ما مداخر لكن هذا التسليم يا عباش مهندس كيف الحصاد لسه بالنسبة الزرة وزهرة الشمس لا نقصد بالنسبة للسيمسم سيمسم احنا شغالين فيه انتهاء غريبا يعني التمويلات كلها تمت في قطاعات والحصاد اليدوي يعني يعني السيمسم ده ما فيه وشكالية لكن بصورة عام ما فيه اي مشاكل حتى الان في العرحلة الاخيرة اللي هي الحصاد ما فيه مشكلة ان شاء الله كل شيء ماشي على حسب الخطة وكل شيء تمام شكرا لك بحش مهندس مين أبو زيت كتر خيرك وربا يطرح البركة في سنار والنية الأزرق وفي كل الأماكن ويجزي الناس خير الجزاء ويعينهم شكرا لك بحش مهندس بحش مهندس أنا السلام عليكم مرحب بك بحش مهندس كيف أحوالك الله يسلمكم يبارك فيكم الحمد لله رب العالمي انتهى موسم الزراعة الصيفية زراعة المطرية والمروية في الفترة الصيفية وإحنا داخلين على الشتوي فآخر الأخبار عندك عن الزراعة الصيفية رغم المعاوقات التي واجهتها لكن أظن الوضع كان مباشر صحيحي الوضع كان مباشر إذا غيرت أنا ما أعرف كيف أنها لكن حتى قدر لنزرع أقول بيتكلم في البنك الزراعي أنهم همونوا لحصاد السمس أول حي كون مبحث على السمس في الوقت ده لشهر عشرة متاخير جدا نمرأي اثنين هو قال انتهينا من السمس يا بايش مهندس قالك ده ما انتهو منه ولا انتهو كده الله يدهم العافية هي في مشكلة عامة الحصاد ذاير قروش كاش عشان المزارع يدفع للعمار بتاعين نتاعين الحصاد البلد فيها مشكلة سيولة المزارع هايحصل بايشينو البعش مهندس أمين كان يتكلم على النير اللازرق وسنار على النير اللازرق سنار القضار الجزيرة أي محل فيه حصاب بتاع محصول دائر العمال دائرين حقهم نغدا نعم بعد مول النزل بالكاش قال ما عندهم مشكلة كاش بحسب يعني قال إفاته الآن قال البنك السودان يعني وصل لهم كمية من الكاش وما عندهم مشكلة أنا سألت مشكلة الكاش دا والحي والوقود يعني لا مشكلة الكاش يا حتى رحش يعني عما عاش ما قادرين نشيله ما دير اللي أنا سلمد نمكن يا أباش مهندس الاهتمام الأمن بالأطراف والزراعة إن شاء الله نعم الأمن يكون ذلك يعني كان في كلام برضو عن آفة يعني ضربت بعض المناطق في القضار فأباش مهندس تقدر تدين فيها إضافات والله آفة المتوقعة هي كانت الكعوق والكعوق طبعا علاج ومكافحته بتبدأ في شهر واحد ما بيبدوها بعد الزراعة ولا في وقت الزراعة نعم المواسم بتاعة مكافحة العنتد أو الكعوق أو الشغلان بتبدأ في شهر واحد اثنين ثلاثة إذا ما تحملت العملية بتاعة المكافحة هذه في الفترة بيجي شهر أربعة وخمسة والكعوق بيطلع من الشدر بيخش البلد وما في زل بيقدر يكاف والجاب راجع شنو يعني العدم موجود مكافحة كافية أو يعني كان نوع معين من المبيدات الاستخدام أو المشكلة كانت وين يعني رجعت الآفة طيب الآفة دي أصلها من كافحة في الفترة اللي قلت ها لك من شهر يناير لحد شهر أربعة أو شهر ثلاثة لأنها تكون متجمعة في فترة تعجبيات في الأشجار بتسهل مكافحة لما يجي أو أشب تعاطن إن كانت في أول شهر خمسة أو شهر ستة بيبدأ يتحرك مع الرشاش بتحرك فيتحرك بعد كده بيبدأ حشرة متحركة متنقلة بتبدأ متابعة مشكلة شكرا لك لهذه الإفادات باش مهندس أنا السر الختم كتر خيرك بارك الله فيك ربنا يحفظ الناس والزراعة والخيرات يعني من كل الآفات الثابتة والمتحركة ما زال الحديث يعني استمر عن الموسم الشتوية انتهينا من قفلنا باب الزراعة الصيفية بما كان فيها يعني والناس الآن في مرحلة الحصاد ننظر في الموسم القادم اللي هو الزراعة الشتوية لكن عقب هذا الفاصل ونكمل حديث الناس مرحبا بكم يتواصل الحديث عن الزراعة المطرية التي انتهت الآن وبدأنا في المراهل الأخيرة للحصاد ثم النظر إلى الموسم الشتوية الذي اقترب أوانه قبل الفاصل كانت هناك إفادة من مدير البنك الزراعي بولاتي سنار والنيل الأزرق المهندس أمين وإفادة من المهندس أنس تعليق سريع قبل أن ندخل راشد ويا بشمهندس على الحديث الكامب الهاتف التحية للأخ البشمهندس أنا سر الختيم والأخ البشمهندس أمين طبعا مقارن القضارف بسنار والدمازين القضارف طبعا المساحة أكبر أكبر برضو موضوع الآليات يعني واحد بيتمنى أنه الآليات تكون مع الموسم من بدري عند الناس ونرجو أنه مستقبلا برضو الناس يفكروا في أنه الآليات تكون جماعية يعني برضو نتكلم عن العامل الفردي وعامل الجمعيات لما تكون في شكل بتاع الجمعي بتوفر على الناس وبسهل الخدمة أخونا أنا استكلم عن الكعوك والكعوك هو حسن مشكلته الكبيرة في أنه أصبح يأثر استخدام المبيدات فيه وتأثر على المحصول للصادر لأنه الناس بيكون متبقي نعم مبيدات نعم بعدين هي هذه الحشرة الماصة الحشرة هذه كانت زبابة في بداية الموسم الأسرة على المحصول في المفازة وأنا زي ما قلت هي كانت حشرة سانوية لكن تفاقمت بسوء وقدض على مساحات كبيرة العناية وقدض على مساحات كبيرة ما هي للموسم الشيتوي أنا أفتكر الموسم الشيتوي برضو أنه عندنا فيه سعة يعني جانب الغمح زي ما ذكرت لك إنه كوني إنه الحكومة تعلن سعر تركيزي بيكون فيه اهتمام بالموسم ككل ده شيء يعني مشجع ونتمنى إنه برضو القمح تكون فيه استراتيجية يعني القمح ده الناس من بداية الإنغاز تكلموا عنه أنا تذكر أنه نحن عملنا في جمعية تصاح والمواسع نفير القمح سنة تزعين كان نفير القمح إلى الشمال وقاد الشهيد الزبير و جات الطرفة جات الطرفة الشهيرة اللي يتلت للتاير والناس زرعت يعني وإنتاجيات كانت فيه إنتاجيات عالية والناس لأول مرة تتحدث عن التروس العليا بالنسبة للقمح والحوض النوبي وجود المياه الجوفية وأنا بقول برضو في الحتة دي مهم جدا أنه الناس يمشوا لزراعة القمح في المساحات الكبيرة لأنه أنت ممكن تستخدم فيه الآلة وتستخدم فيه زي تجمع الرش المحوري بعدين ده ممكن الدولة برضو ده عم قيام شركات المساهمة العامة لأنه حسن إحنا لو لاحظنا في السعودية الشركات الكبيرة كلها نادك تابوك دي كلها شركات مساهمة عامة ساهمت فيها الدولة عشان تدعم هذه السلع وتدعم المنتجين إحنا هنا قالوا الدولة ما تخش في التجارة وتزهي لا ده ده بقرة مقدسة ده لا دين لأنه نحن عالم ثالث نحن عالم ثالث الدولة تخش في الحتة المو دخلوا فيها الناس الحتة الممكن يدخل فيها غطاء خاص يدخل فيها جمعيات تعاونية الدولة تطلع منها لكن الدولة هي قائد ورايد تقود هذا العمل لأنه دي سلع استراتيجية وإنت الآن بتدعم فيها المنتج الأجنبي يعني الدعم اللي بتدفع الحكومة ده ده بالقمحة المستورة القمحة المستورة دي سلع بتاعة مزارع أجنبي الآن الحكومة تشكر في أنها دعمت المنتج السوداني مناخ السودان غير مهيئ أو جاهز لإنتاج القمح بكلمة تجارية وكبيرة القمح اللي في علم السودانيين طلعوا أصناف مقاومة للحرارة بتزرع في دول أفريقية في أسيوبيا وفي دول أخرى إحنا القمح إنتاجيته في الجزيرة في النيلة الأبيض غير الشمالية اللي هي قدمت فيها التقانات وضبطة المتخلات بيدي إنتاجيات كويسة جدا بتحقق الاكتفاء ذاته وفي الشمالية زي ما ذكرت لك التروس العليا ممكن يعني أنا الليلة إذا أجاني مستثمر مستثمر راقبته ما يزرع قمح عندما حاصلت أنا ذات إزراعة ما أفرض عليو أن القمح لكن أنا القمح السراتيتي دي سلعة أساسية بالنسبة لي كيف أنا أقدر ووفر القمح يعني إذا عملت الشركة بتاعت مسامعة مشجحت الناس بأنه أنا شاركت معهم وممكن تبقى شراكة متناخصة الدولة تخرج منها بعد ذاك لما الناس تعي الأمر فدي واحدة من الأشياء اللي هي ممكن تحقق الاكتفاء الذاتي من القمح غير التشجيع بتاع السعر الري الري الآن المياه متوفرة في الشمال وفي نهر النيل لزراءة كميات ضخمة وكبيرة من القمح الحوض النوبي جوافد يعادي الجريان مئتين سنة من نهر النيل لكن تكلفة استخراج المياه وجعلها بصورة مستمرة وحتى يصالها بآليات وكذا ما تكلفة عالية جدا ما تكلفة عالية الآن أصبح الكهرباء متاحة قبل كذا الصينيين يتكلموا عن تقنية الرياح لأن القمح بينتج في الشتاء والشتاء الرياح متاحة من الشمال نعم فهذه كلها أشياء يعني في يد الناس أو ممكن في يد الناس ممكن تتاح الحاجة الثانية اللهم من ذلك أستاذ سامي فضل إحنا اتكلمنا عن شركات مشتركة نعم جمعيات تعاونية غير التعاون يعني حسن البترول ده الحكومة شاركت فيه مع شركات أخرى نعم عندنا مساهمات ناجحة جدا مثلا زي مشروع كنانا الحكومة ومع غطاء خاص أجنبي وخلافه أنت ممكن في القمح مع شركات مع دول محتاجة للقمح ممكن تدخل في الشراكات في صياة كثيرة يعني أنت ممكن تتبنىها لأنك أنت صاحب صاحب محتاج عندك عندك الموارد نعم عندك الموارد نحن ننتح فرصة بالهاتف لأخوانا اللي بتابعونا الآن وكذلك عبر الرسائل ونسمع منهم بعض الإفادات والأزيلة والاستفسارات مرحب بك مرحب السلام عليكم مرحب يا حمد اتفضل حييكم حمد أحمد حمد من النهود إن شاء الله مرحب بك اتفضل نسمعك حييكم يعني على برناميكم الجميل حديث الناس والحيي ريفك داخل بارك الله فيك نعم فضل ما فألي يعني حمد هو في باقة الحلقة يعني أنا بسأل دائما أنحنا يعني يعني بنستورد الزيوت وبرده نستورد السكر دائما نحنا عندنا نستغل المحليا إنه نستغل المساحات أصلا ما هو مزرور عدي نعم نكون المستثمرين وواصليين نستغل المساحات اللي ما زرور عدي لا أي حاجة يعني من فيه زرائي أو سياكان فول سودان أو عباد شمش يعني نستغلها ونكون مستثمر جاتيا وانا من نفسه إنه المنتج المحلي جايما هو بكون غالب إن المستورد يستورد فيه رغم إنه يجي من بره ويكون فيه حاجة مواضحة كثيرة نستغل المساحات وندعم المنتجين لكي ينتجوا ونخلي أن المستثمر جاتيا نعم واضح واضح نعم واضح جدا يا حمد كتر خيرك بارك الله فيك برضو بعض الآزلة دكتور بتقول لك الواجب شنو في الاستعداد للموسم الزراعي غير يعني الزراع القمحة والسلعة الاستراتيجية بصورة عامة محصولات الشتاء ما الذي يجب أن يكون جاهز فيها أو يجب بالناس يستعدوا لها كيف تعليق سريع الورد على حمد قال لك نزرع واطاتنا دي ونكتفي من حياة كثيرة جدا على رأس الحبوبة الزيتية والسكر لين استورد الزيت مشكور لك حمد أنا أقول لأخونا حمد الآن أنحنا الفول بنزرعه في كردفان وبنزرعه في دارفور وده بالجبراكات وبالمخمسات إحنا انتهية الفول الآن عندنا 200 ل250 كيلو للفدان لو رفعنا الانتاجية دي متاحة حسنا دي في مزرع أو في مصنع في الضعين بتاع شركة أخونا صالح عبد الرحمن يعقوب إنتاجية 750 كيلو للفدان دي يعني الناس يأخذوها لأنها كان مزرع يعني إرشادية وتجربة ده غير غير شغل الأبحاث يعني أنا الليلة لو حسنت الزراعة في المنتج الصغير في دارفور وفي كردفان وده بحقق الاستقرار وبحقق الأمن وبحقق السلام رفع الإنتاجية وليس زيادة المساحات يعني إذا زيت إنتاجيته من 200 إلى 500 بس خليك من 750 ده أنا ضعفت إنتاجه فده خلال تجميع قدراته واستخدام التقانات والتمويل في وقته والتسويق ده برفع عليه قدراتي نعم بالذات في الحقوبة الزيتية طيب والسكر السكر أنه عندنا صناعة وطنية يعني كبيرة ورائدة واجهة مشاكل واجهة عقبات واجهة الصعوبات ده برضو دور الدولة في إنها ترشد ليه الدولة دكتور يا باش مهندس ليه ما القطاع الخاص ليه ما المجتمع ليه الدولة يعني لا ملا أنه صناعة السكر صناعة مكلفة من الصناعات الكبيرة الآن أنا ما بقول إنه الدولة تخرج من العندها إذا في ذلك يعمل مصار سكر حبابه لكن أنا الموجودة والليلة الدولة في مصانع السكر قدمت الخدمة الاجتماعية للمجتمع في هذه الصناعات لأنها دية أغرويندسري متكاملة زراعة وصناعة وحققت يعني وفرت المدارس وفرت التعليم الصحة مياه الشرب لعاملين ولمناطق المحيطة بها مزولية اجتماعية وهي صناعة قاطرة مزولية اجتماعية ونهضت نهضت بمجتمعات أنا الشيء القائم أدعمه ما أكسره يعني صناعة السكر اللي للأسف الشديد واجهت واجهت صعوبات وواجهت إن الدولة تخرج ما تخرج من الموجود وناجح الدائر يسوي اللي يسوي ونستورد ما نستورد ما نستورد ما نستورد الليلة إنت ممكن تعمل الزراعة تملك المواطنين وتعال عمل المصنع زي ما حاصل في الجناد الجناد الليلة المزارعين هم والبنت جو المصنع حق الحكومة جيب أدخل في شراكات ووفر الأراضي للمزارعين يزرعوا ويجيب مستسمر يعمل مصنع ما في مانع نرجع لزراعة الشتوية ما هو المصنع نرجع لزراعة الشتوية عن القمح والشيء البادلت بيو الحكومة يعني مشجع وجيد في جانب مهم جدا يعني في محاصيل أخرى يعني محاصيل الزيتية برضو في زهرة الشمس لكن في قطاع كبير جدا شتوي اللي هو القطاع البستاني يعني ده موجه للصادر يعني عندنا المانغو في جميع أصنافه وأصبحت في مزارع كبيرة وفي إنتاج موالح الشمام وعندنا الفاصول ده محاصيل شتوية وبتمشي عن طريق الجو عندنا الموز عندنا الموالح دي كلها بتحتاج لبعض المعينات يعني حسع وسائل النقل المبرد بالنسبة للمينة إنك أنت يعني تهيي المرابط وتوصيلات الكهرباء أي أشياء بسيطة جدا لكن تكون في رؤية وفي جهاد يعني للتطوير وللمتابعة عبارة واحد الآن عشان تبشي جد وتجي راجعة ما عندنا إذا دائر تنقل أي نقل مبرد بيمشي ب يعني يود يركون في حتة لكن دائر يمشي طوالي السلعة مرغوبة نفس الميزة الانفيرومنتل اللي هي البيئية والمناخية في كل حاصلات الليلة القريفورتر السوداني أميز من كل القريفورتر في المنطقة سواء كان المصري أو الإسرائيلي أو حتى الميامي الأمريكي في أوروبا المزاق بتاعه دي جربناها نحن شهدنا عليها في برلين سنة 2000 إنه عملنا فانل لكل اللي هنا أيدينا مبرونا القريفورتر السوداني الموز إنت الليلة أسواقنا موجودة في الخليج وفي الأردن وفي كلمة أخيرة المطلوب شون يا أبو أشمهنس المطلوب إنه محاصيلنا وبالنسبة للموسم الشتوي وأخص المحاصيل البستانية إنها تجد الاهتمام من الجهات المعنية سواء كانت في وزارة الزراعة أو وزارة التجارة أو الطرق أو الترهيل أو المواني دي المواني نعم يعني الليلة حتى بالنسبة للمواصفات نحن الحمد لله كل منتجاتنا أصبحت يعني مجازة ومعروفة على المستوى العربي وعلى المستوى الأوروبي ما فيها إشكال أشمهنس أهو أبدال عباس كتر خير كانت هذه إفادات جيدة جدا ما بين الصيف والشتاء الله يبارك فيك نشكر كل الذين تابعونا وكانوا معنا عبر هذه الحلقة من حديث الناس التي جمعت ما بين الصيف والشتاء انتهينا من الموسم الصيفي والزراع المطرية والناس الآن في مرحلة آخر الحصاد وننظر إلى الموسم الشتوية الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطرح فيه البركة ويجعله موسم خير ومع الجمح يكون في فول لشأن الناس قلل حاجة الوجبة الشعبية يكون الفول متوفر يعني وبرضي يكون فيه عدس لأنه نحن حسنا بنستورة في الستة شهور الفاتحة دي استوردنا عدس بخمسة وتلاتين مليون كيلو العدس ستين جنيه والعدس ده حقها لك حق المناصير شكرا لك والتوم بنستورة التوم وده كلها محاصر انت عارفة ممكن نعمل وكان اكتفئنا الله يرحم أخونا دكتور ابنهام عباد الله شرة الفواتير اللي هي دارينا هاتها نرجعنا شرتها نزع الله سبحانه وتعالى يتقدم العمالغة حتى لا تتقزم أحمق أحلام الناس سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بخير شكرا اشتركوا في القناة